على صفيح ساخن من رمال رفح انقلب السحر على الساحر وأدرك الجيش الإسرائيلي ورئيس حكومته بن يمين نتنياهو أنه بدلا من تحقيق خطوة على طريق النصر المزعوم داسا على عش الدبابير إنها رفح وكفة هذه باختصار الملامح الأولية للمقاربة التي قدمها خبراء ومعلقون إسرائيليون حول تطورات جبهة غزة والعملية العسكرية في رفح القضاء على حركة حماس لا يزال بعيدا وبالتأكيد لسنا على مسافة خطوة من الانتصار التام ولا يوجد أي أفق لتحرير المختطفين أعتقدنا في البداية أن هذين الهدفين يكملان بعضهما البعض لكن كلما مضى الوقت تبين أنهما متعارضان فداحة الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عززت الشعور العام بأن الأمور بدأت تتعقد وأن معركة رفح قد تقلب مجملة معادلة الحرب نرى هجوما ثالثا في حي الزيتون وبعده سيأتي هجوم رابع ونرى ربع مناورة برية في رفح ونرى كيف انتقلت هذه الحرب من هجوم مكثف ومنظم مع كثير من الإنجازات إلى حدث مشتت وخارج عن السيطرة خبراء تعجبوا من قدرة الصمود التي أظهرها محور المقاومة بعد سبعة أشهر من القتال المكثف علينا أن ندرك أن محور حزب الله وحماس وإيران قد بنى منظومة عسكرية يستحق عليها جائزة نوبل ومن يتحدث عنه على أنه محور منظمات إرهابية فإنه يعيش في القرن الماضي وفيما توقف خبراء ومعلقون عند قدرة المقاومة الفلسطينية على الانتعاش السريع ومواصلة استنزاف الجيش الإسرائيلي في كامل قطاع غزة رأى آخرون أن الأيام الأخيرة في غزة تثبت أن الأمور لا تسير على ما يرام وأن كل إنجازات الحرب قد تبخرت